عنا الدليل واضح حاصيل ظاهر وعالي بيشفي العليل نفحاته فينا شو بتكوينا من جهل الجاهل هو بيحمينا عنا الدليل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الفصل والدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عما اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأجرنا من نار الجحيم يا أرحم الراحمين أسعد الله مساءكم جميعا ويسر الله تبارك وتعالى لكم سبل الخير وأكرمكم في الدنيا وفي الآخرة كنا قد تكلمنا عن معجزة الإسراء في الأسبوع الماضي وقلنا سنكمل إن شاء الله في هذه الليلة الحديث عن معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات الأولى والمعراج يا أحبابنا ثابت بنص الأحاديث الشريفة أما في القرآن فلم يرد فيه نص صريح لا يحتمل تأويلا لكن ورد فيه ما يكاد يكون صريحا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج من المسجد الأقصى عرج به بالمعراج إلى السماوات الأولى المعراج هو مرقاه يعني مثل السلم درجاته واحدة من ذهب والأخرى من فضة وهو محجوب عنه لا يراه إلا من كشف الله عز وجل له الحجاب فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم والرسول صعد مع جبريل عليه السلام حتى وصلا إلى السماء الأولى فاستفتح سيدنا جبريل يعني الطلب من الملك الموكل ببابها أن يفتح الباب لأن كل سماء من السماوات السبع لها باب يفتح ويغلق فخازن السماء الأولى رئيس ملائكة السماء الأولى واسمه إسماعيل وتحت يده إثنى عشر ألف ملك ماذا قال قال من قال جبريل قال ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم فقال وقد بعث إليه يعني هل طلب للعروج فقال قد بعث إليه ففتح ودخل صلى الله عليه وسلم إلى السماء الأولى والتقى بسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه السلام فسيدنا آدم رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير ثم الرسول ارتقى حتى وصل إلى السماء الثانية وبين كل سماء سماء خمسمائة سنة وأصلا يعني معجزة الإسراء والمعراج كانت في جزء من ليلة جزء من ليلة لذلك نقول هي معجزة هذه معجزة عظيمة الله تبارك وتعالى جعلها لنبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم إذن الرسول صعد إلى السماء وصل إلى الأولى فالتقى بنبي الله آدم ثم بعد ذلك ارتقى إلى السماء الثانية ورأى فيها ابني الخالة عيسى المسيح صلى الله عليه وسلم ويحيا صلى الله عليه وسلم يحيا ابن زكريا كلاهما كانا في السماء الثانية الرسول عليه الصلاة والسلام رأى سيدنا المسيح ويحيا في السماء الثانية وكما تعلمون يعني هؤلاء الأنبياء الله تبارك وتعالى جعلهم في السماوات فرحبوا برسولنا عليه السلام في ذلك الوقت وكان قد جمعهم قبل ذلك في المسجد الأقصى كل الأنبياء مئة وأربع عشرين ألف نبي جمعوا في المسجد الأقصى وصلى بهم صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سيدنا المسيح ويعيش في السماء الثانية يعني لغاية اليوم هو الآن في السماء الثانية وهو لم يمت كما تعلمون وسينزل في آخر الزمان إلى الأرض فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام التقى به في السماء الثانية ثم بعد ذلك ارتقى صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى السماء الثالثة ومن رأى في السماء الثالثة رأى سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه السلام في وصف نبي الله يوسف قال قد أعطي شطر الحسن كما جاء في صحيح مسلم شو يعني أعطي شطر الحسن يعني أعطي نصف الجمال يعني الجمال الذي وزع بين البشرية بين كل البشر مش بزمن معين الجمال الذي وزع بين البشر نصفه نصفه كان ليوسف عليه السلام سبحان الله العظيم سيدنا يوسف كان شديد الجمال وكل الأنبياء كانوا على الجمال ونبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام أعطي الجمال كله يعني سيدنا يوسف أعطي نصف الجمال والنصف الثاني وزع بين البشر ونبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام أتي كل الجمال فهو أجمل الخلق أجمل البشر قاطبة أجمل البشر قاطبة ويمكن بعض الناس يستغرب يقول إحنا اللي بنعرف أن يوسف عليه السلام هو أجمل البشر نقول لهم لا سيدنا يوسف كان شديد الجمال وكما تعلمون فيما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن مما يدل على جمال نبيه يوسف إلا أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو أجمل يعني يمكن البعض يقول طيب ليش ما ورد عن النبي عليه السلام في هذا الشأن كما ورد عن يوسف نقول الله تبارك وتعالى جعل فيه هيبة شديدة وكذلك في يوسف ولكن جعل للرسول صلى الله عليه وسلم هيبة مع أنه أجمل فكان من رآه هابه ومن عرفه أحبه ومما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أجمل من يوسف وأجمل الأنبياء ما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي الحكيم قال فيه صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت يعني يفهم من ذلك أن كل الأنبياء جميلي الخلقة وجميلي الصوت ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوته هذا دليل ثم ارتقى عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى السماء الرابعة واجتمع هناك بسيدنا إدريس عليه السلام ثم ارتقى إلى الخامسة فرأى هارون أخى موسى عليهما السلام وكانا نبيين رسولينه أوحي إليهما بشرع واحد ثم ارتقى صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى السماء السادسة فرأى موسى عليه الصلاة والسلام ثم ارتقى إلى السابعة فالتقى بخليل الرحمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكان يشبه سيدنا محمدا من حيث الخلقة فرحب به وماذا قال سيدنا إبراهيم قال سيدنا إبراهيم عليه السلام لنبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام قال له مر أمتك يعني نحن قال له مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فقال وما غراسها قال غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في رواية قال لا حول ولا قوة إلا بالله لذلك هذه وصية من سيدنا إبراهيم أكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورفع النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى سدرة المنتهى طيب شو هي سدرة المنتهى يا أحبابنا سدرة المنتهى هي شجرة عظيمة بها من الحسن ما لا يستطيع أحد منا أن يصفه الرسول عليه الصلاة والسلام قال فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها من حسنها من جمالها يغشاها فراش من ذهب تخيلوا أوراقها كآذان الفيلة وثمارها كالقلال وأصلها في السماء السادسة نحن قلنا ما بين كل سماء سماء في 500 سنة أصلها في السماء السادسة ثم تصل إلى السماء السابعة تصل إلى السماء السابعة وعند سدرة المنتهى النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الأصلية وكانت هذه المرة الثانية كانت هذه المرة الثانية بدليل الآية وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى مرة ثانية وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى هذه الآية دليل على المعراج لأنه معناها أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الحقيقية مرة أخرى مرة ثانية أين؟ عند سدرة المنتهى طب المرة الأولى وين كانت؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قد رأى جبريل قبل ذلك على صورته الأصلية وكانت هاي الحادثة في مكة المكرمة في جبل اسمه أجياد ويدل على ذلك آية أخرى الله عز وجل قال ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى كل هذه الدلائل القرآنية تشير إلى ما نذكر معناه أن جبريل دنى من سيدنا محمد من شدة الشوق ثم دنى فتدلى تدلى إليه حتى كان ما بينهما قاب قوسين يعني قدر ذراعين يقال في اللغة عن الذراع قوس لأنه يقاس به أليس يقيسون بالذراع وليس الأمر كما يعتقد بعض الناس يقولون إن الله عز وجل دنى بذاته والعياذ بالله يقولون دنى بذاته من سيدنا محمد يقولون فكان بين محمد وبين الله قدر ذراعين هذا الكلام ضد الدين وضد التوحيد وضد عقيدة المسلمين لأن هذا فيه إثبات المسافة لله والعياذ بالله المسافة يصف بها من؟ يصف بها المخلوق أما الخالق فهو موجود بلا كيف ولا مكان ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة والله ليس جسما فالآية يا أحبابنا المراد بها جبريل فإنه ظهر لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية فسد ما بين المشرق والمغرب في المرة الأولى اللي هي عند أجياد في مكة الرسول رأى جبريل على صورته الأصلية كان هو قال للنبي عليه السلام أن يدعو ربه حتى حتى يظهر له جبريل على صورته فاستجاب الله لنبيه فظهر جبريل على صورته الأصلية هو كان عندما يأتي النبي في أغلب الأحيان يأتيه متشكلا على صورة رجل أحيانا يأتيها على صورة رجل كما في حديث عمر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر أحيانا كان يأتيه على صورة واحد من أجمل الصحابة يقال له دحية الكلبي هذا دحية من شدة جماله يعني بعض النساء بعض النساء كنا يخرجنا إذا مر من طريق للنظر إليه من شدة جماله فالرسول خوفا من الفتنة طلب منه أن يحلق شعره فلما حلقه شعره ازداد جمالا رضي الله تعالى عنه أحيانا سيدنا جبريل كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام على صورة دحية ففي هذه المرة في أجياد اللي هي المرة الأولى ظهر سيدنا جبريل لسيدنا محمد على صورته الأصلية فسد ما بين المشرق والمغرب سد الأفوق فأغشي على رسول الله الرسول أغشي عليه فرجع سيدنا جبريل وتحول إلى تلك الصورة البشرية من غير آلة الذكورية فضم النبي عليه الصلاة والسلام حتى الرسول لما أفاق ماذا قال قال يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحدا على مثل هذه الصورة فماذا أجابه سيدنا جبريل قال إن الله تعالى خلقني على ستمائة جناح خلقني على ستمائة جناح وما نشرت منها إلا جناحين يعني هو سد الأفق سد ما بين المشرق والمغرب مع أنه من الستمائة بس كان ناشر كم جناح اثنين فقال سيدنا جبريل وخلق إسرافيل يعني الله تعالى خلق إسرافيل على ستمائة جناح يعني سيدنا جبريل له ستمائة جناح وسيدنا إسرافيل الذي ينفخ في البوغ له ستمائة جناح ولكن ماذا قال سيدنا جبريل الجناح منها مثل كل أجنحت سيدنا جبريل له 600 جناح وسيدنا إسرافيل له 600 جناح وسيدنا جبريل لما نشر كم جناح اثنين سد الأفق الله أكبر كيف لو نشر 600 جناح وسيدنا إسرافيل له كم جناح 600 جناح ولكن الجناح الواحد من أجنحة إسرافيل بأجنحة جبريل الستمائة ماذا نقول تبارك الله أحسن الخالقين أحسن المقدرين جل جلال الله سبحانه وتعالى جل جلال الله هذه المرة الأولى التي رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته الأصلية المرة الثانية وين كانت؟ في المعراج عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فما أغشي على الرسول لما رآه في تلك المرة الثانية لأنه كان قد رآه قبل ذلك وسيدنا جبريل كان قد غسل قلب النبي في ليلة المعراج فازداد تمكنا وقوة ازداد تمكنا وقوة ثم الذي ورد يا أحبابنا كما جاء في صحيح مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرناها ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ماذا قالت السيدة عائشة؟ هذا رد على من قال دنى الله من النبي والعياذ بالله تعالى هذا ضد التوحيد كما قلت لكم ونرد على هؤلاء بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي قالت هي فسرت ذكرت تفسير الآية قالت إنما ذاك جبريل كان يأتيه وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي هيئته الأصلية التي خلق عليها قالت فسد أفق السماء إذن مش معنى الآية ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أن الله دنى من الرسول حاشة أن يوصف الله بذلك يقولون حتى قرب منه بالمسافة قدر ذراعين أو أقرب هذا كلام ضد الدين الصحيح هو أن جبريل هو الذي دنى من سيدنا محمد فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قدر ذراعين بل أقرب من ذلك بل أقرب من ذلك هذا هو الحق يا أحبابا عشان هيك دائما منقول دائما منقول مهم جدا 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 أنه إحنا نرجع للنصوص الشرعية ونرجع لأهل العلم حتى نفهم المعنى حتى نفهم المعنى نفهم ما هو المراد من هذه الآيات ما هو المراد من الأحاديث أما إذا تركنا أنفسنا بلا علم نضيع نضيع مثل ما ضاع كثير من الناس بسبب هذا الأمر بسبب هذا الأمر ثم الرسول عليه الصلاة والسلام سار وحده هو كان يرتقي من كل سماء إلى التي بعدها وصل إلى سدرة المنتهى رأى جبريل ثم بعد ذلك سار النبي وحده يعني انفرد عن جبريل بعد سدرة المنتهى إلى أين وصل؟ وصل إلى مكان يسمع فيه صريف أقلام الملائكة التي تنسخ بها في صحفها من أين؟ من اللوح المحفوظ وهذا المكان هو مكان عبادة الملائكة وهو مكان لم يعصى الله تبارك وتعالى فيه هلأ هون برضو كمان بدي أنبهكم نحن برنامجنا اسمه عندنا الدليل مهم دائما نذكر الدليل ومهم أن ننبه من الأشياء المغلوطة والفاسدة ومن الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في هذا الموضع للأسف وأنا شفت يعني على بعض الشاشات وبعض يعني من أدعياء العلم من تكلموا بهذا الكلام غير الصحيح موجود في الكتب في كلام غلط في كلام غير صحيح يقولون فيه إن جبريل عندما انفرد عن رسول الله لما الرسول سار وحده إلى ذاك المكان الذي يسمع فيه صريف الأقلام يقولون إن جبريل قال له لو مضيت يعني يا محمد لو مضيت اخترقت ولو مضيت احترقت يعني أنت تخترق أما أنا إذا تبعتك وصعدت أحترق هذا غير صحيح هذا مكذوب مع أنه انتشر انتشارا يعني انتشار كبير ويوجد من الذين يظهرون على بعض شاشات يقولون هذا عندما يذكرون قصة الإسرائي والمعراج أحببت أن أنبه بأن هذا لم يحصل هذا كذب وباطل سيدنا جبريل ما قال ذلك هو نعم الرسول سار وحده من غير جبريل بعد ذلك ولكن ما قال له سيدنا جبريل إن مضيت اخترقت وإن مضيت احترقت هذا غير صحيح ثم أزال الله تبارك وتعالى الحجاب الذي يمنع من سماع كلام الله عز وجل الأزلي فسمع صلى الله عليه وسلم كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة ليس ككلام المخلوقين لا يشبه كلام المخلوقين كلام الله ليس ككلامنا كما أن كل صفة من صفات الله ليست كصفاتنا فماذا فهم عليه الصلاة والسلام فهم منه فرضية الصلوات الخمس لأنها فرضت في ليلة المعراج وفهم أيضا أن من هم أن من هم بالحسنة فلم يعملها هم بالحسنة ولكن لم يعملها كتبت له حسنة هذا دليل على رحمة الله هذا دليل على رحمة رب العالمين اسمعوا ومن هم بحسنة فعملها إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة عشر أمثالها هذا على أقل تقدير عشر أمثالها يعني لا يوجد حسنة يفعلها المؤمن تكتب له حسنة إذا فعلها لابد أقل تقدير أن تكتب عشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء يعني أحيانا قد تكتب بمئة بألف عشر تلاف بمليون وأكثر من ذلك الله يضاعف لمن يشاء وفهم من كلام ربه أن من هم بالسيئة هم بالسيئة فعملها هم ليس معناه عزم عليها معناه تردد أفعل لا أفعل ثم لم يفعل لم تكتب شيئة من هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئة طيب إن عملها إن عملها السيئة هل تكتب كذلك عشرة لا كتبت عليه سيئة واحدة وفهم أيضا أنه تبارك وتعالى يغفر لأمته الكبائر كبائر الذنوب لمن شاء سبحانه وتعالى وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل هذا ما فهمه الرسول عليه الصلاة والسلام من كلام ربي و من جملة ما رأى عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة في المعراج رأى البيت المعمور هذا البيت البيت المعمور هو في السماء بيت مشرف لأهل السماء للملائكة يعني كالكعبة لأهل الأرض كل يوم بيدخلوا سبعين ألف ملك يصلون فيه يدخلون إليه يتعبدون فيه ثم يخرجون ولا يعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة يعني شوفوا شوفوا كم يوم مر كل يوم بيدخلوا سبعين ألف ملك أول مرة بفوتوه وبس يطلعوا آخر مرة حيدخلوا له إلى يوم القيامة يعني ما حيرجعوا فوتوله يعني كل يوم سبعين ألف أول مرة بفوتوه هذا دليل على ماذا على أن الملائكة عددهم كبير جدا الرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذا البيت المعمور ورأى أيضا الجنة أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها ومن أهل الفردوس الأعلى الجنة أين هي هي فوق السماوات السبع منفصلة في ليلة المعراج الرسول دخلها وماذا قال قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء قال فرأيت أكثر أهلها الفقراء والنبي عليه السلام رأى في الجنة الحور العين منهم الحور العين هن خلق من خلق الله عز وجل مخلوقات لسن بشرا ولا جنا ولا ملائكة لسن بشرا ولا جنا ولا ملائكة ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا في الجنة الولدان المخلدين أيضا هم خلق من خلق الله ليسوا بشرا ولا جنا ولا ملائكة لا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن والنبي ما رأى كل النعيم الذي أعده الله عز وجل في الجنة لأن نعيم جنة الفردوس أليس جاء في الحديث القدسي عن نعيم جنة الفردوس أعددت العبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني حتى الملك الموكل بالجنة ردوان ما رأى هذا النعيم ولا النبي عليه الصلاة والسلام هذا النعيم ما رآه ملك مقرب ولا نبي مرسل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون والنبي عليه الصلاة والسلام اطلع على النار ورأى مالك خازن النار ولم يضحك فسأل النبي سأل جبريل فقال له جبريل إن مالكا لم يضحك مالك مين مالك خازن النار قال لم يضحك منذ خلقه الله ولو ضحك لأحد لضحك إليك ورأى الرسول جهنم أجارنا الله منها وأسأل الله عز وجل أن يجيرنا من نار الجحيم انتبهوا في ناس وهم يذكروا في قصة الإسراء والمعراج معجزة الإسراء والمعراج يقولون الرسول دخل الجنة والنار لا هذا الكلام غير صحيح لا يقال الرسول دخل النار يقال إن الصواب إن النبي الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الجنة واطلعه على النار ولم يدخلها دخل الجنة واطلع على النار من غير أن يدخل النار من غير أن يدخل النار والنبي عليه السلام أيضا رأى العرش ورأى الجنة والسدرة المنتهى والبيت المعمور ورأى العرش العرش اللي هو أكبر مخلوق من مخلوقات الله أكبر المخلوقات حجما هو العرش حوله ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال؟ قال إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته كما روى ذلك أبو منصور البغدادي فلا نقول نحن كما قالت المشبهة واليهود لأن المشبهة واليهود عقيدتهم واحدة اليهود قالوا جلس الله على العرش والمشبهة قالوا الله جالس على العرش وليس لهم دليل في آية الرحمن على العرش استوى لأن الآية ليس هكذا معناها بل المعنى أن الله قهر العرش وحفظه ولا يقال جلس لأن الجلوس صفة البهائم والبشر صفة من يتعب صفة من يكون له جسم جزء علوي وجزء سفلي هذا لا يريق بجلال الله وصفة المحتاج لأنهم لو قالوا اتخذ الله العرش مكانا له جعلوا الله عز وجل محويا محصورا محتاجا للعرش والله غني عن العرش وعن كل المخلوقات المخلوقات تحتاج إلى الله والله والغني الحميد إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذلك ومما أكرم الله عز وجل به نبيه في المعراج أيضا أن أزال الله تعالى عن قلبه الحجاب المعنوي فرأى الله عز وجل بفؤاده أي جعل الله تعالى له قوة الرؤية في قلبه لا بعينه لأن الله عز وجل لا يرى بالعين الفانية في الدنيا الحديث الذي فيه أن سيد عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله هل رأيت ربك ليلة المعراج فقال نور أن أرى هذا على فرضية صحته معناه نور مخلوق شغلني عن الرؤية ليس معناه أن الله ضوء شعاع لا هذا ما في مسلم يعتقد هذا الكلام الله نور السماوات والأرض أي هادي أهل السماء ملائكة وهادي أهل الأرض يعني مؤمني الإنس والجن إلى نور الإيمان ما معناه أن الله شعاع النور الذي هو الضوء مخلوق والله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء فكل هذه الأمور الله تعالى أكرم بها نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا يدل على شرف وعظمة وقدر رسولنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه معناه اتصال ألو ألو أيوة مرحبا أهلا كيفك شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله بس حبيت أهنئك على هالبرنامج الجميل جدا وبرك الله فيك ويسلم دمك على هالكلام الجميل الله يبارك فيك آمين وإله نتمنى دائماً من المحطة تحضرنا برامج هايك جميلة الله يبارك فيك الله يبارك فيك وفيك وشكراً إلىك أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً إذن ذكرنا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أكرمه الله عز وجل بأن رأى واطلع على هذه الأمور الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على هذه الأمور التي رأاها من عجائب العالم العلوي وهذا فيه تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن للأسف الشديد يعني هاي المعلومة كثيرة بنسمعها أنه شو المقصود يقولون المقصود من المعراج ورصول الرسول إلى مكان ينتهي فيه وجود الله هذه العقيدة عقيدة نجسة عقيدة فاسدة ضالة مضلة عقيدة المشبهة هذا الذي يعتقد هذا ليس موحداً لأن عقيدة المسلمين الله موجود بلا كيف ولا مكان كيف يقولون المقصود من المعراج ورصول النبي إلى مكان ينتهي فيه وجود الله أعوذ بالله الله عز وجل لا يحويه مكان المقصود من المعراج تشريف الرسول بإطلاعه على عجائب العالم العلوي سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ثم سابقاً ذكرت لكم ما يدل هناك أدلة كثيرة تدل على أن الله لا يحويه مكان في القرآن وفي السنة وإجماع الأمة ولكن مما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع في موضوع المعراج الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لا تفضلوني على يونس ابن متى يونس ابن متى اللي هو التقمه الحوت وغاص به إلى أعماق البحار ثم خرج من بطن الحوت سالمة من المعلوم كما تعرفون أن سيدنا محمداً هو أفضل الخلق قاطبة وهو أفضل الأنبياء فهو أفضل من يونس عليه السلام هذه معلومة توقع حتى الأطفال بيعرفوها أنه أفضل الأنبياء سيدنا محمد الظاهر ظاهر الحديث لمن قرأه قد يظن بأنه النبي ليس أفضل من يونس لأن الرسول قال لا تفضلوني على يونس لكن ليس هذا هو معنى الحديث معنى الحديث لا تفضلوني على يونس معناه الله موجود بلا مكان فإن قال أحدهم كيف هذا ما علاقة هذا بهذا نقول لهم معنى الحديث يعني مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تفضلوني على يونس يعني أنا لما كنت عند سدرة المنتهى في السماوات العلا في رحلة المعراج لم أكن أقرب إلى الله من يونس وهو في بطن الحوت في أعماق البحار يعني أنا لما كنت في رحلة المعراج لم أكن أقرب إلى الله من يونس وهو في بطن الحوت في أعماق البحار بل أنا ويونس من حيث القرب والبعد من الله سواء القرب والبعد هذا بنحكى على المسافة بناتنا إحنا المخلوقات لا يقال أن الله قريب بالمسافة الله منزه عن ذلك لا تفضلوني على يونس أي أنا لما كنت عند سدرة المنتهى في السماوات العولى لم أكن أقرب إلى الله من يونس وهو في بطن الحوت في أعماق البحار بل أنا ويونس من حيث القرب والبعد من الله سواء فليس الذي يسكن الجبل أقرب إلى الله من الذي يسكن الوادي واحد عايش بمكان مرتفع واحد تحت معناته هذا يكون أقرب لربنا لأنه في مسافة تحت بين الفوق الذي يسكن الجبل لا يكون أقرب إلى الله من الذي يسكن الوادي لأن الله موجود بلا مكان هذا التفسير للحديث من ذكره يا أحبابنا الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في شرحه على هذا الحديث ونص على ذلك الإمام القرطبي ومن شاء فليطالع ذكر ذلك في كتابه الجامع لأحكام القرآن فإذا ما هو المقصود من المعراج تشريف الرسول عليه الصلاة والسلام بإطلاعه على عجائب العالم العلوي عجائب كثيرة ذكرناها الآن ماذا رأى الرسول وماذا حصل معه هذا المقصود من المعراج تعظيم الرسول تعظيم مكانة النبي وأيضا رؤيته لله سبحانه وتعالى بفؤاده من غير أن يكون الله في مكان من غير أن يكون الله في مكان الله موجود بلا مكان والله عز وجل أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يا محمد بما أشرفك قال بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية فلذلك نزلت الآية سبحان الذي أسرى بعبده ما قال برسوله أو بنبيه قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة هذا غاية الشرف للرسول عليه الصلاة والسلام أسري برسول الله وعرج به إلى السماء ثم عاد إلى الأرض كل هذا كان في أقل من نصف ليلة كل هذا كان أقل من نصف ليلة سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً ليلاً وفي موضوع برضو حتى قبل ما أنسى بدي أذكر لكم يا ولكن بعد ما نأخذ هذا الاتصال ألو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يعطيك لأبي يا أخي الله يعافيك يا أهلاً لو قد غلبك أنا بس بالنسبة للموضوع للمعراج نعم هناك ذي كثير مشككين أو خليناً أقول لك الملحدين بيقولوا أنه الإسراء ذكر بالقرآن بس المعراج ما ذكر بالقرآن شو تفيرك ستاد؟ الآن ذكرت أنا هذا الموضوع نعم قبل شوية حكيت فيها أه يعني أرجع أحضر الحلقة من أنا أنه ما سمعته والله أستاذ الآن هؤلاء يا أخي الكريم الذين يقولون لم يرد دليل في القرآن على المعراج هو الذي نقوله وإن كان لم يرد نص صريح كما ورد في الإسراء إلا أنه ورد ما يكاد يكون صريحاً ولقد رآه نزدداً أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى يعني أن نبي رأى جبريل على صورته الحقيقية مرة ثانية عند سدرة المنتهى وأين هي سدرة المنتهى؟ في السماء هذا دليل على المعراج ثم يعني الدليل الآخر أن هذا ثابت في الأحاديث مجمع عليه أيضاً فهل كل يعني هل مثلاً إذا هناك أحكام هناك بعض الأمور ما ورد ذكرها في القرآن وإنما الدليل عليها يكون من الحديث والحديث مصدر من مصادر التشريع يعني نحن لا نقول كل ما لم يرد في القرآن لا نأخذ يعني كل ما لم يرد في القرآن إذن هو غير صحيح لأنه إحنا أهل السنة والجماعة نؤمن أيضاً بالحديث وهو مصدر من مصادر التشريع يعني أسألك سؤال الآن الصلوات الخمس الظهر أربعة السباح ثنتين كيف عرفنا؟ هل يوجد آية في القرآن تفصل في هذا؟ لا طبعاً لا لا هل معناه أمر الصلوات وعدد الركعات في الصلوات مشكوكم فيه؟ برضو لا لماذا؟ لأننا نؤمن بالسنة وكان سيدنا جبريل ينزل على رسول الله بالسنة عليه الصلاة والسلام كما ينزل عليه بالقرآن اليوم يا أخي الكريم هذا الموضوع من الملاحدة ينشرونه لكي يشككوا الناس في دينهم صحيح كلامك مظبوط ينشرون هذه الشبه والأمر الثاني عم بتلاحظ أنه اليوم عم بنتشر الرويبضة السفهاء الأراذل الأراذل الذين لا يفقهون شيئاً لا يعرفون الاستنجاء من البول والغائط حقيقة لا يعرفون ثم يأتي أحدهم ويقول لم يرد في هذا والحكم في كذا كذا وهذا غير صحيح وهذا كذا من أنت حتى تتكلم في دين الله أنت لا تفقه شيئاً في دين الله هؤلاء الآن ينتشرون بين الناس وينكرون حقية الحديث يقولون نحن لا نأخذ إلا من القرآن القرآن هو الكتاب السالم من التحريف يعني يريدون أن يشككوا الناس في أحاديث رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء خبثاء 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 وليس لهم دليل بل الدليل عليهم لأن الله عز وجل قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهم أصلاً لم يأخذوا بالقرآن لأن الله أمر في القرآن أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم لم يتبعوا القرآن فلا حجة بكلامهم ولكن من الذي يتأثر بكلام هؤلاء عادة إحنا اليوم مين من نشوف بدعم يتأثر بكلام الملاحدة وهذا الصنف وهذا الناس اللي بدها تشكك الناس بدين الإسلام الذي يتأثر بكلامهم أخي الكريم هم الجهل من الناس أما إذا مكن الواحد مننا نفسه بعلم الدين لا يتأثر بكلام هؤلاء عشان هيك دائماً بقول حصنوا أنفسكم بعلم الدين ويهتموا بأولادكم إحنا مهم جداً ولادنا منهم أطفال صغار نمكنهم بعلم الدين حتى لأنه عم بيختلط معناه سوبروه على المدرسة أيام المدارسة اللي أونلاين و بفتح التليفون قاعد والآيباد واللابتوب وكذا وبيقلبوا وبدخلوا إنترنت قد يتأثر من كلام هؤلاء بيطلعوا له مهمة بيطلعوا له بحضر فيديوهات إذا ما مكننا قد يضيع الولد نعم بارك الله فيك شيخي أمين وإنت يعني عزيز عزيز للأمانة أنا خادمكم يا سيدي أكرمك الله طيب الآن في ختام حلقتنا يعني إن شاء الله أكون ذكرت آه في أمر قبل الختام بدي أنبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم فردت الصلوات وهو في المعراج كم صلاة في بادي الأمر فرد على هذه الأمة خمسين صلاة في اليوم الليلة خمسين فلما رجع سيدنا محمد إلى سيدنا موسى وكان موسى كما ذكرت لكم في السماء السادسة سأله سيدنا موسى ماذا فرض الله على أمتك فأخبره الرسول قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد جربت بني إسرائيل فرض عليهم صلاتان فلم يؤدوها قال له فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فرجع النبي عليه السلام إلى المكان الذي كان فيه لما تلقى الوحي وسأل ربه التخفيف فخففت ثم رجع إلى موسى وكان في كل مرة سيدنا موسى يقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فبقيت تخفف هذه الصلوات من خمسين إلى خمس بأجر الخمسين أبيين أمر مهم لأنه برضو انسألت في هذا الموضوع سمعت ناس كثير بتكلم راح بالهم لا إشي يعني ليس له أساس من الصحة يقولون آها أذول المشبه الذين عقيدتهم التشبيه يبحثون عن بعض النصوص لكي يثبتون التشبيه على زمهم يقولون طيب سيدنا موسى قال للنبي عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك يعني هم شو قالوا قالوا يعني ربنا فوق بمكان وسيدنا محمد بيطلع لربنا لمكان فيه الله يقولون المشبه هكذا يقولون ثم يرجع إلى موسى ثم يصعد إلى الله هذا ليس هو كلام المسلمين ارجع إلى ربك معناه ارجع إلى المكان الذي تلقيت فيه الوحية عندما سمعت كلام الله فسأله التخفيف وعشان أثبت لك أن هذا هو المعنى يعني هذا ليس فيه نسبة المكان لله الدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام كان قد سمع كلام الله وكان موسى أين في طور سيناء هل تقولون معناه الله يسكن طور سيناء لا كما أن الجواب لا أيضا الله تعالى لا يسكن السماء دليل آخر في القرآن الكريم الله تعالى ذكر قول سيدنا إبراهيم لما كان مهاجرا من العراق إلى فلسطين قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين هل معناه أن الله يسكن فلسطين لأن إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي هذول ما بفم عربي أصلا يعني بس عم بيخد عم بدور على نصوص لأجل أن يشبهون الله بخلقه إني ذاهب إلى ربي أي إلى حيث أمرني ربي اذهب إلى ربي ارجع إلى ربك أي إلى المكان الذي كنت فيه عندما تلقيت كلام الله وليس فيه إثبات المكان لله عز وجل الله لا يصف بصفات المخلوقين هذا الموضوع الذي حبيت أنبهكم عليه الرسول لما رجع من هذه الرحلة رجع لمكة المكرمة هو كان في بيت أم هاني فأخبرها خافت عليه خافت أن يخبر القوم الناس حتى لا يزداد تكذيبا له وأذن ولكن الرسول لا يبالي لأنه يريد تنفيذ أوامر الله وهو كما تعلمون أشجع خلق الله قلبه ثابت مثل الجبل فتحدث مع المشركين ما صدقوا لأنه قاسوا على العقل كيف يريد يروح وكذا وفيش سيارات ولا طيارات ما صدقوا راحوا لأبو بكر الصديق ردوان الله تعالى عليه قالوا له ما كان سيدنا أبو بكر بلغه ذلك ما كان سمع من النبي فقالوا له هل لك في صاحبك يزعم أنه قد جاء بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة يعني جمال ولا ما راح إلى حي فهم يقيسوا على هذا الأمر ما صدقوا سألوا أبو بكر ما قال أبو بكر هذا مستحيل لأنه ليس مستحيلا بل قال أو قال ذلك قالوا نعم قال فأشهد لئن قال ذلك لئن كان قال ذلك فقد صدق قالوا تصدقوا بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح قال نعم أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء لذلك أبو سلم رضي الله عنه قال فبها سمي بالصديق بها سمي بالصديق رضي الله عنه وصل الخبر لأبو جهل راح جمع الناس و قال للنبي عليه السلام تخبر قومك بذلك الرسول قال نعم يجو الناس اجتمعوا فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان في ناس من المشركين كانوا راحوا ع بيت المقدس وشافوا المسجد الأقصى وهم أصلا عارفين أن الرسول في مكة ما خرج إلى بيت المقدس ما ذهب إلى فلسطين وكان يعني من مكة إلى فلسطين مسيرة شهر فشو قالوا قالوا يعني إن كنت صادقا صفه لنا فالرسول فالرسول وصف لهم الأقصى بابا بابا حتى اللي كانوا راحوا شافوا شو قالوا قالوا أما النعت فقد والله أصاب أصاب لذلك ماذا قال الشاعر قال يا من بهديك أفلح السعداء هذه عظاتك للقلوب دواء يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء وبعثت أميا تقول فتغتذي منك العقول وتستقي العلماء وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء وسريت مسر البدر يصطع مشرقا في الكائنات فتنجل الظلماء والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل ومن نور الهدى لألاء والأنبياء ببابه قد شاقهم نحو النبي محبة ورضاء يا صاحب المعراج فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء صلى عليك صلى عليك الله يا علم الهدى يا رسول الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بك في جنات النعيم وأن يحشرنا تحت لوائك إن ربي على كل شيء قدير وإنه بعباده لطيف الخبير بارك الله فيكم وأحسن إليكم وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنا الدليل واضح حصيل ظاهر وعالي بيشفي العليل نفحاته فينا شو بتجوينا من جهل الجاهل هو بيحمينا عنا الدليل اشتركوا في القناة